فكرة يوسف شهين والمخرج الذي يزعع أو العصبي يعني أعتقد أننا كنا تجاوزناها بكثيرا لما بدأنا التصوير كنا بدأنا بتسعة شهور من الشهور اليومي من الممثلين من الأشياء كثيرا وعرفت أنت تخسر أمامك شهين أه كان عصبي ولكن كما كنت أقول دائما أنه كان طفل في السبعينات من عمره يعني حتى عصبيته تذهب بسرعة جدا وتأخذ شكل طفولي جدا بالنسبة لي يعني بالنسبة لنا كلنا خوف أول يوم تصوير ما كانت جاي من كده خوف أول يوم تصوير أنه كان من أصعب أيام تصوير فيلم هو أول يوم ما بدأنا به كنا فكر كويس كنا متصوير مشاهد درامية فيها ممثلين يتدخلوا مع بعض وفيه أحداث تحصل في وسط حفلة فعالية تتصوير في مصر حمارينة لطيفة أعتبارها شخصية اللي في الفيلم فكرة أنك تبيعات الممثلين وممثلين يعملوا أفعال في وسط ألاف من الجماهير اللي موجودين فعلا كنا نحطين خمس كاميرات يومية كان كل حد من المساعدين المخرج قاعد على كامرة أنا وقتها كنت مسؤول عن بعض كيوهات اللي على قبل مسلين فهذا كان مسؤولية موعبة زيادة لأن اللي بتخديه في وسط الأحداث اللييف لو لم تعمل مرة سيحصل تانية أي خطأ منك سيؤدي أن المشهد لا يتأخذ كما شاهين عايزو لكن الفاكر أنه عد على خير فكان اليوم عد كويس جدا وفاكر أنه يوميها لما رجعنا الفندق كان مبسوط وعلق أكثر من مرة على أنه لم يكن متخلل أن أكون أكتف في التصوير كان مرة على خير البداية بالعكس سهمت حتى أن من بداية الفيلم لنصه تقريبا كنت بدأت أخذ مسؤوليات زيادة إنه يحره إنه يشهد اشتركوا في القناة